لكن تعال أنت النهاردة لأي غلطة أو أي مشكلة ممكن تكون جدلية ممكن تقعد أسبوع تتكلم عن المطر مدير فني أو الععبين أو جماهير ودراط ممكن الحاكم يعيني يفضل أسبوع السوشيال ميجم السايباء والعلم السايدين ويفضل ضغط على المسؤولين عليهم بطريقة مشتبعية عشان إيه؟ ممكن يكون في خطأ ممكن يكون في خطأ مفيش حاكم ما بيغلطش لكن تعال بص هناك هما بيدوروا على الموضوع ده بيحلوه إزاي في فهمته الثانية وإحنا عندنا موضوع بيطول فأنا هرجع تاني لمجال موضوع التطوير عشان إنت بتسني ليه؟ إحنا لا يقول التطوير لا هو للأسف اللي بيقول كده الميديا نعايزين تطوير للحكا لا بس ما هو التحدي الكرة أخد أكشن في ده وجاب بمطور أجنبي إحنا كلاتن بيرجو وبعد كده بريرا بعدين أكيد أنا معيك هما بيشوفوا بص التحكيم بشكل عام ما تيش مسؤولة هيجي في التحكيم هي يوضل العمر وكل رفع دي حقيقة أي مسؤول على فكرة تحكيم في جازة المنتخدات حتى مجالس قد تحدي الكرة كلها بتيجي فترات معينة وبتمشي فإذا المجلس النهاردة شايف إنه عايز يجيب مدرسة تانية عشان خاطر يمكن دايما الإضافة فده طبعا شيء يشكر وشيء يحترم هو بيدور عنه عايز يجيب مدرسة مختلفة تقدر يمكن تضيف للتحكيم أنت كحاكم حسيت بالإضافة؟ والله إحنا لسه مازلنا يعني بنقول يا هادي يعني الراجل ببتدينا نخش معه في معسكرات الموسم ده فعلا وبتدينا ناخد محاضرات ونتثقف ولكن إحنا يعني لحد الوقت عشان نبتدي نحس كحكام فإحنا اللي هنستفاد الفكرة مش فينا إحنا المشكلة مش فينا إحنا المشكلة في اللي حوالينا أي يعني اللي حوالينا حتى لو شافت إنه ده الوضع الطبيعي إنه يكون فيه أجنابي عشان حكام مصرين تتطور المشكلة بدينا في اللي حوالينا هيديولك لقا ده المشكلة مش في الأجنابي ده مشكلة في الحكام صح لقا شيلهم بقى هات أجانب أيها كلهم بقى كلهم أجانب فكده هنرتاح إذن بقت المشكلة مش في فكرة المستوى المشكلة في السقة وده لما دخلت في السقة انسى أي حاجة تانية لو أنا بقيت كلينة صح ولا بقيت جمال الغندور ولا بقيت كيبت العصام عفاة تعليبيت كل الناس دي صح مش خلاص انت ما عندكش ثقة في الحكة والمصر فخلاص الموضوع انتهى صح زي مباراة الأهلي والزمالك لما بتدينا نرجع حكام مصرين مباراة نجحت بقى فيه ثقة أول لما يحصل ضغط نيبعد المصر ونجيب الأجنبي ورايح دي باخك ورايح دي ماخك والله هو ببساطة يعني بالله هو ببساطة بالمناسبة أنا هقول لكم وأنا بتكلم مع كابتين عحمد الغندور المشاهد المهمة جدا في الموضوع الماضي هي مباراة الأهلي والإسماعيلي والهدف لسجيله محمد حسن وكان من لمسة يد والإسماعيلي طلع بيان اعترض على عدم احتساب الهدف وكان يتقلع الكابتين عحمد الغندور انه بعدشة قدام الفرة كتير وكان في كواليس كتير احنا هنا في رقم عشرة وانه هلكم كلها جمنا الكابتين عجوز مدير الكرة وقتها وقال انه اللاعب اللامس الكرة بيده وعرفنا من مصادرنا انه اللاعب نفسه قال الكابتين عحمد الغندور هو طالع انه ما كنتش هقصد مش هسأله عشان ما هرجوزوا هاي اللقطة هاي معاكو بس انا هسأل الكابتين عحمد الغندور سؤال عام شوية لما بتلاقي الناس هي للتحدث عن الحالة وتحاول تجيب لك بينكو سين حقك او تأكد قرارك وسحة قرارك بتستشعر انه الموضوع مش بس انتقاد للحكام وفي بعض الناس بتحاول تساند الحكام المصري انت بتقع على فكرة طبعا السؤالك يعني مهم جدا ما هو الاعلام لما يبقى ليه دور ايجابي بالعكس ويوصل للحقيقة ده شيء كويس شيء كويس للجو العام الرياضي يعني انت النهاردة اي معلومة طالما انت توصل حقيقة انت رايحة الناس كلها تمام فلو في حد مظلوم فانت أنصفته ولو في حد كان عنده شكوك فانت أكدته شكوك وانه غلط انه انت غلط فإذا الاعلام بالعكس لما يبقى دور ايجابي يوصل لمرحلة ان يوصل الحقيقة هو ده أحسن حاجة في الرياضة صح الرياضة اسمها فير بلاي كنت كانت معمولة فير بلاي صح والفير بلاي معمولة عشان الحقيقة اللي تبقى موجودة صح مش حاجة غير الحقيقة صح طب في الوضع ده بعد انتقادات كثيرة وهجوم وبيانات وخصص كتيرة جدا هل تأثرت نفسيا هل الموضوع عش حسيت بشك هل اتديقت قلت يا ايدني ما تحطيت في الموقف ده بص اقولك الحاجة يعني انا اي دايما ماشي يعني ايه في اتجاهين اتجاه الاولاني لو كان النقد ايجابي انا بعد اسمع وبأنصت له جيدا لعل انا استفاد صح وده لازم اعمله الحكم او اللاعب اللي مش هينصت للحاجات الايجابية صح مش هيتطورها ده والقاعدة ان احنا جميعا نتعلم لحد ما ربنا يفتكد دي حقيقة وانا انا بلعب تقريبا في الدور المصري 12 موسم اكيد ده انا مش من من السنة دي مزي من 10 سنين من 100% فلو انت كحاكم بتسمع وبتتفرج وبتحاول تستفاد من النقد الايجابي فانت اكيد هتطور طيب دي اول حاجة الحاجة التانية النقد السلبي انا دايما يعني ماشي بقى في سكة انه النقد السلبي لما هيوصاني مرحلة انه هيهدني انه هيدمرني نفسيا هيوصاني مرحلة انه ما عنديش ثقة في نفسي بمشي بقى بما قولت الامام الشفعي بما قال اذا نطق السفيه فلا تجيبه فخيري من اجابته السكوته فان كلمته فرشت عنه وان خليته كمدا يموته الامام الشفعي قال كده وانا ماشي بالمبدأ ده ان الانسان لما يلاقي ان السلبيات هتوصلوا مرحلة تدمر له نفسيته وصحته ووضعه ووضعه الاجتماع ووضعه الاسري لأ انا اسيبه وما حاولش ان انا احسس اللي قدام مني ان انا شايفك لان لو حسسته ده اذا هو يوصل الغرض اللي هو عايزه هاي بعد المباراة دي هل تم ابعادك عن المباريات ولا كملت عادي ما كانش في اي حاجة يعني لقيت بعد كده انا بس بتذكر معك اه لا بالعكس انا تالين بعدها باسبوع انا كنت في الاليوزة مالك اه اه كنت في الاليوزة مالك مع محمود البنة اه كنت على الفار كنت على الفار صح وسيد انا قلت هنا قلت حتى قلت موقف محترم من لجنة الحكام انها بسرعة دخلتك في المباراة عشان ما نحسسش الناس ان انت تم ابعادك ولا ايش لانه زي ما انت قلت معنا ان نرجع لما رجوعنا الحقيقة كانت موجودة فإذا الناس ما عنداش مشكلة معايا فانا موجود وفعلا انا انا فعلا ما تأثرتش بشيء من المباراة دي والحسيت حاجة طيب قبل ما نروح لفاصل اسألك السؤال بيسألوه حتى الحكام في انجلترا دايما هل في مسؤولين لعبين مدربين بيتكلموا معاك بعد المباراة يقول لك يا كابتان احمد دست علينا شوية النهاردة دايقتنا النهاردة كانش مفوض كده مش بيطلقوا منك لسمح الله طلب يعني في اي مجابلات هل في حد بيدومك او بيزعل منك او بيعدك بعد المباراة من اللي بيشتغلوا من الفرقين من الإدارات من اللاعبين في الملعب يعني في الملعب هو في الاغلب اه طبعا انت الحكم عمرو ما هيكون زي ما انت قلت في بدايتك كلامك انه هيبقى مرضي لحد صح ودائما الفريق خسران دايما للأسف وعندنا هي دي الثقافة بتاعتنا للأسف شوية بيقلب فكرة خسارته ان الحكم السبب طبعا اسأل حاجة اسأل حاجة زي ما انت قلت انا مش غلطان اه يعني يعني تسعين ديئة فالحكم انا كلعيب انا مش غلطان وانا كمدرب انا مش غلطان وانا كإدارة انا مش غلطان فحيانا فعلا اللعيب اقابت اتزنتين يا كابتن انت لا نهاردة ليا لعبانا نهاردة ليا هدف انا لا نهاردرك للجزاء اه بيحصل طبعا وكل اللي تقدر تقوله بيقوله بعد المباريات روحته يليك تلفون كده يقولك انا فلان فلان مثلا يعني اعودوا مجلس الرئيس نادي المدير مش عارف ايه اي حاجة انا زعمل منك كابتن الحين للنهاردة انت دوست علينا قوي شوف انا انا بحاول اقولك السيغة السليمة عشان الناس لقدر اللي ها ما تفتكرش حاجة تانية حاجة تانية لا والله انا انا هتكلم على المستوى الشخصي انا هي عمرها ما حصلت معي يا صراح يعني لو حصلت تحصل بقى من المقربين تحصل من زميلك بتبقعد مسلا في مكان في ايفنت مسلا او بفرح ولا حاجة يقول لها حد يقول لك التفاكر انت زلمتيني انت بيحصل طبعا يعني وباخد الموضوع بيظهره بضحك وبقول له لانا شفته حسابته في الملعب وموضوع انت على كده ويخلص على كده ووقف للباب اه لما بجدلش يعني انه خلاص اصلا لما بتكلم مع حد شايف الموضوع بلون تيشيرته فانت مهما تكلمت معاه مش هتعرف تقنعه موضوع انت هبو مصمم مع رأيو اه هبو مصمم مع رأيو